اسمي أمينة مصطفى نعناع بنت عمر تولد حريتان 1958 خلقت بحريتان وربيت بقرية حريتان حريتان هي ريف من الأرياف يعني صارت بلدة كويسة من أرياف حلب الشمالي تبعد عن حلب حوالي 10 كم تجي بعد حلب تجي قبل الليرامون كفر حمراء بعد حريتان صلي بولد شي 35 سنة 35 سنة يعني مو جيل يعني بدك تعتبري ولدت ولدت الأمهات ورجعت ولدت الأولاد ورجعت الأحفاد تقريبا عبا والدهم بدك فيك تقولي 3 جيال ولدت صار يعني أولي كنت طفلة صغيرة على طول أجيب كارتوني أحطها على راسي أصيح أنا نيرس نيرسي يعني ممرضة أشوف الأفلام بالتلفزيون شفتي الممرضة شلون بتكون حنونة على المريض شلون بتساعد من هالمبدأ هي ما أحلى يا ربي دخيلة أنا في الأيام أصير نيرس لا أتمنى أصير مهندسة لا أتمنى أملك شيء إني إلا أملك هالمهنة أني نيرس هي الإسم الممرضة الحنونة اللي بتعطف على المريض اللي محتاجة لبدا تساعدها أني أحب أني عندي حب لمساعدة الناس من هالمنطلق والله وبدون شيء لحد الآن لحد الآن بحب مهنتي بحب بعشقة عشق كنت أداوم دوامي كان من السبعة ونصف الصباح للوحدة ونصف الضغر الدوام النظامي الدولي بينما أوصل للبيت أوصل حوالي ساعة انتين ونصف يعني ساعة يستطيع معي الطريق أجي على البيت ملتين ونصف معي للسبعة ونصف كله هذا دوام إش هو يجيني بالليل إش في إسعافات إش في ولادات لحتى أجي على البيت عب يستنوني عب ينتظروني أجي بجي ثلاثين مريضة قاعدين عب يستنوا ما في إيكو ما في شيء اللهم عدتنا كانت ماسمع الجنين مثل الزميرة هاته نحطه هيكا عدنين نسمع ضربات قلب الجنين كان كفوف عريات شوي تسابلون نحط قطن كحول نعقم الأدوات بالتلهيب أو بالفرن في الأخير يعني صارنا نجيب جهاز الإيتيف أو هاتول تبع التعقيم أتعامل بي مع كل الوسائط كل عامة الشعب بيجيكي مسيحي بيجيكي مسلم بيجيكي علوي بيجيكي درزي بيجيكي مشكل نوان لحتى نحن كان عنا بجنبنا قريتين نبول والزهراء عم بتعامل معن بشاكل نظامي أنا لحد الآن شوفي لوقت لقامت الثورة صرنا نميز شعب عادي متل ما عم نتعامل معن حتى أروع ضيعن أولد بيضيعن بينبول والزهراء بعدين رفقاتي أنا كانوا مسيحياتي خبروني بالليل أمينا نحن إذا جينا أخذناك بتولدينا إيه إش علي يلا ما مشكلة أروع أولدهم مسيحيات كان عندي رفقتي اسمها هيكو أروع أولدها فلاني ماري فلاني أروح يعني متل عادة كلياتنا كنا عم نتعامل بدون تمييز عنصري أبدا بغض النظر إني مسيحي وكردي ومسلم وعلوي ما يعني كأنه أنا حتى زميلاتي كانوا معي بالدورة إذا عشر وحدة علوية بالساحل بنات ساحليات ما منعرف شو الفرق يعني القابلة عايشة مع الشعب تعرف ألم الشعب تعرف داخليتهم تعرف أعماقهم بتقولك إداي مولدي العالم على إيدها أنا يعني شو ما بقولك إداي معليم خباي يعني إداي يعني مولدي فقير وغني وزنجيل ومتعاملة مع كل الطبقات وبتعرف عاداتهم وبتعرف تقليدهم مجرد بقولولي بيت فلان بعرف إشو وطعهم بقلهم تعاوى سألوني إلي يعني لحتى هلأ بالخطفة بالجيز بقلهم تعاوى سألوني أنا بعرف أوضاعهم بعطيكم إشي أوصافهم وإشي أوضاعهم يعني بتختلط مع الشعب أكتر من الطبيب الطبيب يفتح العيادة ما توخزيني ساعتين ساعتين ثلاثة أربعة بهالأربع ساعات بده يعني ما فاضي يبرك يسمع ألم المجتمع وحدة عندها مشكلة ما بتجي بتحكيها لطبيبة أو لطبيب ليش طلي قابلة هاي بتسعني أكتر يعني ما توخزيني بلا أطوال متفضية يعني بياخدونا من هالباب كاملة من هالمنطلق متفضية أكتر يعني إني تسمع شكونا تسمع ألمنا تنصحنا بيجو كتير ناس وانصحيني يا خالي إيش أساوي زوجي عبتصرف هيك عبتصرف هيك عبتصرف هيك عبتعمل هيك ورب العالم يتبع لمشلون أنا بريد يعني أوجهم كأني بعتبرهم بناتي بنتي هيك تصرفي هيك يعني بعطيهم نصائح قد ما بحسنهم أنا على الولادة ونفسيتي وروحي وقلبي هاي يعني بقال لهم سر نجاح الإنسان بدي يكون لو كان لو على حساب ابني لو على حساب ولدي لو حساب بيتي أنا المهم ما بدي أهمل شغلتي موسيقى permite